يو السلام عليكم اخواني واخواتي ومرحبا بكم كان شكرا كل الناس لتساندوني هنا في ايطاليا وخارج ايطاليا والناس ديال البلاد ولكنني خدمت واحد الخدمة اللي اتكرفست عليها كثير باش نفهم هذه القصة ديال العالم المغربي عند هذوك الموريسكي مغاربة امريكا لماذا يقول بغيت ان تعمق في الفيديو السابق ديالهم بزاف ديال الناس قلت انتياك ما كنا نصحبوك متقاف هذي انا صرحتك القصة كيفش نازدت هذه الاسميت واما القصة ديال اليافر امريكاني ديال السود افريق ديال مريكان سوف نصرح لك فاستو فاستديري لك بلا ورقاق بلا مونتاج بلا التالعباق نقول لك اشنو واقع في امريكان بالضبط وعليش توصلوه هذك جورج فلويد وصل هذك البوليسي قتله ما حال من مرة تعددوا على السود الأفارقة؟ يعني لقد ندعوا هذه الهوية الذين يطبعوا عليها ثم سنشرحوا كل شيء في هذا الفيديو هذا يجب ان نقرأوا عنك ولا نتجد لك من هنا ومن هنا ومن هنا سنجد لك شيء في موخي سنضعواتك في هذا الفيديو على السود الأفارقة النارد اليافروامريكاني يعني السود الأفارقة أمريكا الكحول بالعربية لأننا نحن مسلمين لدينا كل شيء عنصريين الكحول الأمريكان سأشرحك اليوم كل شيء يعني كل شيء إذا أردت أن نشرح كل شيء خاص من هذه الشخصيات سنشرح الحلقة ولكن سألخص كل شيء في دقة اليوم في هذا الفيديو في عشرة دقائق ويمكنت من هنا أدوهم البيض يعني البيض من أفريقيا من داكار من أوروبا ومن أوروبا يبيعهم في أمستردام ومن أمريكان من أورتغال من جميع أنحاء أفريقيا يبيعهم كالكوميرس سمارش هذا هو الوقت عندما أخذت أمريكان الاستقلالي في 1776 زائدت إلى الأمام مئة عام أفانتي عاد حيثوا هذا يعني أبولاو لا تكون قانونية ولا تكون غير قانونية ولكن تبقى السيغريغاتيوني الراتيالي هو الفصل العنصري السيغريغاتيوني راتيالي تبقى أمريكا في المدارس في في الريستورات في البيران هذه من طرف البيض الذين كانوا يؤمنوا بالسيادة يعني سوبرماتية بيانكا وكين واحد الموفموف الميريكان اللي بقي الحدي الآن وكان مؤثر في القرن الماضي هو الكوكوس كلان هذا الكوكوس كلان واحد المنظمة السرية عندك فكر متطرف وكان يقولون هم 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 العنصريين الحقيقيين هذو الكوكوس كلان سوبرماتية بيانكا السيادة الرجل البيض يعني يكون عالي يعني يكون عالي باقي الراتسات لانا ما كنكون ديفيدي همش سوف نحضروا علاق اليافورو الأمريكان سوف نحضروا السود الأفارقة ونحضروا الشخصيات يلعبوا أكثر دوره ومنه قاموا هذو الناس اللي جاءوا من بعد المنادلين والحراكيين اللي حاربوا علاق القضية اي واحد منهم يقيس هذا التصيل ويقيس هذا البونتو إلا ويموت يقتلوه ويدلوه 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 وكان ماركوس غارفي تزيد في جمايكا في 1887 وتوفى في 1940 هذا ماركوس غارفي كان بريديكاتوري للدريت يوماني كان أتيفيستا كان يدير أنشطة لتقاتل لحقوق الإنسان وكان عدي واحد الفكرة اللي دخل بزاف لأورغانيزازيون أفريكا أفرا أمريكان هذه الفكرة بأن السود الأفارقة أفريقين مع مرما يلحقوا يوصلوا الكرامة والحرية ويعيشوا بطريقة لذلك تستعمل لبيبيا تستعمل لبيبيا يعني توراة لكي يجبد لهم أحد أسود والمالك ويعيشون في أفريقيا في أفريقيا لأن نحن غير دولة طالب اللوجوء هنا لدينا أرض لدينا أرض لدينا أرض لدينا أخرى أفرا أمريكاني تبعوه 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 وإلى آخر في 1925 زاد مالكوم إكس معروف مالكوم ليتول معروف ولكن من بعد سأشرح لكم هذا مالكوم إكس وما كان تبصر السوداء أفريقيا أمريكان مالكوم إكس وما مارتل لوتر كين وكان المختلفين مالكوم إكس في الأول مالكوم إكس كان في كروشار كان يدير على الكحلة كان يدير على الكحلة وكان يناس وكان يدير بها وكان يدير ماركوس غارفي في الفكره بان افاريق اغامرهم يوصلوا ويأخذوا الاستقلالية ويعيشوا بكرامته في امريكا لذلك خاصة ما يرجعوا الافريقية ويكونوا دولة في افريقيا ويكونوا دولة في افريقيا ويصنعوا هذا الملك الاسود الذي سيجي من افريقيا مالكوم اكس دوز حياته كاملة يعني توفى بها في 1931 بوات مالكوم اكس لكارد ريفيراندوم ومالكوم اكس بدأت من عفل الخيريات والخطوص والعائلة والمهم بأن هذا ما يصبح مالكوم اكس المالكوم ليتو لديهم اسمه اكس سيصل الى اعزال البنت دول الحبس ويقوموا بعمل في احد الابارتمنت او او اصحابوك ويصابوهم دريات بيضين وتم كان قانون الاسيغريقات التحيدة لسكيابيتو لكن كانت ترتدينا السيغريقات التحيدة للعنصر لا يمكن الشواء من السودزي بشيء مع درية بيضى وصابوا معه داريات وبيضات وضربوهم بكثار من ثمانية سنة للحبس وضربوهم بكثار من ثمانية سنة للحبس مالكوم ليتل لو كان يجعل الحبس بمجمالولوجيا تدفع الدودة thu islam هذه الدولة الإسلامية التي تتحدث لحاج محمد في المدينة المستفرص بهذا الدولة ولكنها دولة إسلامية تلك المدينة ينظر من أجل حقوق السود واحد من المنظمة مالكوم إيكس كان معه في الحبس عندما كان معه في الحبس يحضره على الإسلام مهم خلاصة القول مالكوم إيكس سلم يجعل الإسلام وقالوا بأن هذه زادة إيكس هو مالكوم ليتول وقالوا بأن هذه الكنية ليتول وعطينا الناس الذين كانوا يسكيع في زيو في الأجداد وعطينا لك هذه السمية لذلك نبدل هذه السمية بإيكس وزاد هذه الإكس وحيد الكنية مالكوم إيكس يخرج مسلم من الحبس وبدأ يدافع على الحقوق السود العكس من مارتو لوتر كينج كان مرتو لوتر كينج كان متبع هذه الكيس الكاتيكولية وكان كيباريت كيف وحد لباريتك كانوا فيوليينس وكانوا بثاف الحراك أنا خلاصتكم كل شيء سأدخل هذا الشرادو ولكن سأشرح لكم كل شيء هذا المعمع كانت بثاف الحراكيين دول السود الأفريق يقاتلوا على الحقوق ديالهم مهم القصة مالكوم إيكس كان بريديكاتور مالكوم إيكس كانوا يجمعوا كوكوس كلان كانوا يجمعوا بيانكا يقولون بأنه مات في 1931 ضرب و ترين ولكن مالكوم إيكس يقولون بأنه الوالد قتله هذا الكوكوس كلان على هذه الهدرة التي كان يقول فيها في الكنائس يعني ويحاول يقول فيها وكان راجل قوي ويواجه هذا الضلم ديال البيض في أمريكان مهمة بوات مالكوم إيكس مالكوم إيكس في شال الحبس مرتين لوتير كينغ وكانت مالكوم إيكس وكانت سيدة أخرى يسمى روزا بارك روزا بارك خلقات كبيرة لأنها راتسية فصل العنصري في الهوطوبوس يعني في القيران كانوا يركبون في أمريكان كانوا يركبون اللور والبيض لأي الأمام وكانت في 1957 ونصر وليسة وخمسين لا أتذكر وكانت بالضبط وكانت مالكوم إيكس وكانت الكار وكانت البيض وكانت وكانت نادع لها ضجة كبيرة ولكن خرجت بطالة من هذا الصراع وصلت 1964 وكانت وكانت تحايدت هذه السيغريقات الفراقية وكانت مقاطعة من بعد روسا بارك وكانت مقاطعة في أمريكان السود لا تركب في المقاطعة 380 يوم يعني مقاطعة واحد السود أمريكان يجب في المقاطعة وكانت منظمة لتحايد المقاطعة السود في المقاطعة وكان مالكو ميكس وكان مارتل لوتر كينج سيبقى مالكو ميكس كبر الحاج محمد ومع ذلك محمد 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 ونزيد الامام مالكو ميكس الذي تفارق بالصدر بلاد المقاطع وكان هو حاكم محمد محمد عمد محمد ودو محمد 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 وكان حاكم محمد فقام وكان حاكم من بناتهم داخل دماء الدولة الإسلامية من بعد مالكوم إيكس يشعر الهج والمكة الطريقة التي يتخذ بها الإسلام هو من عدد قناسية الإسلام بأن تهمق يأمنون بلصب سيادة السوداء من السود الأفريق وهادي 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 مالكوم إيكس يشعر بأن الإسلام ليس عنصرية ونرى ممكن بيضي يأكل مع أسود وممكن يريحون في طبسيل واحد ويشربوا في كاس واحد وقالوا بأن انا شربت وكلت وريحت مع ناس شهبين ومزرقين في مكان واحد وفي بلصة واحدة وصلينا الله واحد لذلك نحن نحن عنصريين ومن الرجاع من أمريكان كانوا هم ناسيون أو إسلام هذه المنظمة التي حاج محمد حكمت عليه لن يبقى إيهدار في المساجد مع الناس مدة المدق اللي لا نهاية لها المهم هو هو يهدار ويكمل هذا النضال ويهرسوه الآن هو أجدار بدق في موف موب بوحده وفي الأول ما كان لدينا ناسيون أو إسلام يعني كان ضد مارتو الليوتركين الذي قالوا في خطابه في سبعة وخمسين قالوا بأن الناس لا يمتلكون لا يمتلكون ناسيون اللعبات لأن مارتو الليوتركين كانوا يحصون كابا بيوت يعني لا يمتلكون كسود للأفريق نحن 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 ينحن نحن نحن ندك مهم من إرجاع مالكوميكس من مكة حاولي ريفوليوزيوني قليلا مهم مالكوميكس من إرجاع مالكوميكس من إرجاع مالكوميكس من إرجاع مكة قالوا أنني أستعد أن نعمل مع أي منظمة حتى مع مارتولو تركيغو ومع أي منظمة أريد أن نجد نتائج من هذه النضالات التي نقوم بها لكي نوصل الكرامة للشعب يعني هذا السود الأفرو أمريكاني كما قد دخلت في القديم الاسم لا يمكن أن يقوم بها أمريكانية جانب الآخر مارتن لوتر كينغ سيقوم بسيطة للمارش وفي عام 63 مارتن لوتر كينغ سيقوم بسيطة للمارش كانوا مساعدين وتناس بيض ضد العنصرية ثم سيقوم بإمكانهم التاريخي مارتل لوتر كينغ يقولون لدي حلم واحد النهار في جورجيا وفي الميسيسيبي وذلك الظلم في الميسيسيبي الميسيسيبي هي من أقبح وأضلم المناطق اللي عاشوا فيها سود الأفارقة وكلوا فيها العصاب الزيان وكلوا فيها التعدي من طرف الشرطة ومن طرف الدولة ومن طرف الساكنة ديالهم قالوا بأن هذه الميسيسيتي خاصة بدك الظلم ترجع من أطيب ويقع الأرض ويكون فيها ولد البيض والأسود ويقرأوا ويقلسوا في طاويلة واحدة في المدرسة I have a dream هذا كان واحد الخطاب في 63 مارتل لوتر كينغ ويقوموا في النيضال يجوز له ماركو ميكس ومارتل لوتر كينغ ومارتل لوتر كينغ ومالكو ميكس يمكنكم أن يكمل في هذه الميسيتي وموقعوا إلى الأمام مالكو ميكس تقتل مارتل لوتركينج ومالكو ميكس قتلوه كما قلت لكم مسبقا اي شخص يتصلي العنصرية من البيض إلا وقت يأكل العاقة في الأخر ويبقوا قادين بحالي شوية قد عافوا في السميش دياله ولكن اعطاوا واحد دفعة كبيرة لمالكو ميكس ومارتل لوتركينج كما قلت روسا بارك انا خاصة لكم كل شيء خاصة سيمانة الهضراء وكل شيء اتلاقص لكم وعارف ان كل شيء وكان منظمات وموفيمينت وكل شيء باسمية وفي التواريخ وحاولت خاصة كل شيء في فيديو واحد كي نوصل المعلومات على هذا الشيء الذي وقع اليوم في امريكان علاق جورج لود عندما توقع شيء يوميا عندما توقع شيء يوميا عندما توقع شيء يوميا عندما توقع شيء يوميا مثل هذا الابيزود ويضع جورج فلويد يعني كل شيء يرجع للأصل وهذه السميق مالكوم إكس مالكوم إكس من مكاة حاول يبدل اسمية ودار الحاج المالك الشباس يعني الشباس هو أحد الأترباء الذي كان عده في الدهن وفي الوصول وفي الوصول وفي الوصول في امريكان هذه هي خلاصة القول إلى يومنا هذا توصل أوباما أو رئيس ولكن لازالت الممارسة العنصرية من طرف البيض بعد المتطرفين البيض علاق السود الأفارقة ولكن حتى السود الأفارقة يحسوا بضعف فيهم مع مجاين من 400 عام في السكافي 2 ما مباقين واحد من 31% من المجتمع مع المجتمع عددوا فيها يدخلوا في الماء وما يرسوا معه ثم راب من بعد من الفلس وإنكال ونحكوا هذن مجتمع وعام 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 نحكوا وعام وعام فوهذن وهذا هو مجتمع اليوم والأساسيني مالكوم إيكس كان في اتفاقي بين الدولة الإسلامية التي كانت داخل المنظمة الإسلامية معاقلت مواد مواد جيدة مواد جيدة من قتلهم هم الناس الذين قتلوا الاسيكوتوري المتريالي وقتلوا مالكوم إيكس هم الناس سود يعني من هذه الدولة الإسلام بأمر من أوامر الحاج محمد الذي كان كابو بوليتكو مالكوم إيكس دقل شوية ديالنور بنما سنجد في المريكان هذا هو بيومينو بيومينو يعني الاسيطواتيون ديال ديالسود الأفارقة ديال المريكان أشكركم أخوتي وكنحييكم كيف ديما على المسالدة ديالكم وعلى الشجاعة ديالكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته